أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي كونسوة أعلنت النتيجة النهائية في انتخابات التجديد الكل لمجلس إدارة النادي وفاز المستشار محمد عبد المحسن برئاسة نادي القضاة وفاز المستشار أبو المجد عيسى رئيس محكمة الاستقناف الأسبق بمقعد المتقاعدين وفاز بمقعد المستشارين المستشار رضا محمود والمستشار حازم رسمي والمستشار أبو الحسين فتحي والمستشار محمد صبحي والمستشار طارق أبو زيد وفاس بمقعد رؤساء المحاكم المستشار محمود زيدان والمستشار شادي خليفة والمستشار حمدي عبدالتواب والمستشار أحمد سمير الجمال والمستشار محمد بهاء جمال الدين وفاس بمقعد أعضاء النيابة العامة المستشار أسامة الصرفي والمستشار محمود المرغني والمستشار حازم أبو سديرة والمستشار محمد هاني عبدالجابر والمستشار محمد فاروق اشتركوا في القناة